موسيقى السلام عليكم نشرة التاسعة من قناة عدن الفضائية نبدأها بأبرز العنوين الجيش الوطني يحاصل الميليشيات الإلقلابية بالغيل ويتقدم في المسلوب وحام بمحافظة الجو موسيقى قتلى وجرح حثيين في هجوم لأبطال الجيش الوطني جبهتي الشامية وخشبان بمحافظة صعدة موسيقى كسر تسلل الحثي نحو منطقة صبيرة ومرخزة بالضارع والقوات المشتركة تفشل تسللات حثية في التحيطة بالحديدة موسيقى وفي الأخبار المحلية تتابعون أيضا موسيقى توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصاح البي بالعاصمة المؤقتة عدن موسيقى موسيقى ونائب وزير التخطيط يوقع تجديد الاتفاقيات الأساسية لعدد من المنظمات ويناقش مشاريع للنازحين موسيقى موسيقى برلين على رأس وفد برلماني في مهمة عمل تستغرق عدة أيام ومن المقارر أن يلتقي رئيس مجلس الواب والوفد المرافق له خلال الزيارة نظيره رئيس البرلماني الألماني ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلماني والجان أخرى وستعقد مباحثات برلمانية يمنية ألمانية لتعزيز تعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين كما سيلتقي البركاني وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية وممثل الاتلاف الحاكم وكذلك مدير مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية والعديد من المؤسسات والمنظمات الألمانية بالإضافة وسيحضر رئيس مجلس الواب حلقة نقاش للخبراء الألمان تقيمها منظمة بريغهوف تتعلق بمناقشة أهم المسجدات في الشأن اليمني كما سيلتقي رئيس مجلس الواب مجموعة من السفراء العرب لدى جمهورية ألمانية وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة بلادنا والعديد من أبناء الجالية والطلاب اليمنيين في برلين ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الواب نائب رئيس المجلس محمد علي الشددي وأعضاء المجلس زيد الشامي وعمر محسن العمودي وعلي المعماري وعبد الرحمن العشبي ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القضاء على القاضي دكتور علي ناصر سالم وضم وزير العدل علي هيثام الغريب ونائب وزير التخطيط وتعاور الدولي دكتور نزاربا صحيبة خطة احتياجات السلك القضائي وتأهيل وتدريب العاملين بمجال القضاء عبر البرامج المشتركة بين وزارة التخطيط والمنظمات الدولية وركز الاجتماع على برامج تأهيل وتدريب كوادر مجلس القضاء ووزارة العدل في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والنزاعات والحروب والتوثيق والأرشف الإلكترونية والجوانب الإدارية والمالية والحرص على توفير الاتفاقيات المبرمة بين بلادنا والجهات الدولية في المجالات القانونية وذلك للمساهمة بالنهوم بمهام عمل السلطة القضائية وأداء مسؤولياتها المختلفة وعرب رئيس مجلس القضاء القاضي دكتور علي ناصر سالم عن تطلع المجلس إلى إجاد وزارة التخطيط عبر المنظمات الدولية المختصة الدعم لازم من أجل تأهيل القضاء والعملين الإداريين بمجال تكنولوجيا وتطورات الحديثة في الجوانب القضائية والقانونية واللحاق بركب الدول العربية والدولية المتقدمة من جانبه أكل وزير العدل الغريب أهم يتبرى المجتهيل وتدريب كوادر القضاء ووزارة العدل بمختلف القضاءات والمجالات ويسيما بالمجالات القانونية والإدارية من أجل تنوية قدراتهم والارتقاد بمستوى العمل بمجلس القضاء ووزارة العدل وتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم بدوره جدد نائب وزير التخطيط بصهايب تأكيده حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم للسلطة القضائية عبر برامج المنظمات الدولية وخاصة بمجالات تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين بالسلطة القضائية والمحاكم ورفع كفاءاتهم تشارك بلادنا في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية بوفد يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلي المهندس أحمد الميسري وسيناقش المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا الأملية العربية وتقرير دورة تونس السابعة والثلاثين للمجلس وخطة التكامل والتعاون العربي وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود الأمنية العربية ومشروع خطة مرحلة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة وسيلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسيلقي كلمة بلادنا في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء داخلية العرب كما سيلتقي وزير الداخلية مع عدد من نظرائه وزراء داخلية العرب وسيبحث معهم الأوضاع في بلادنا والإجراءات والتدابير التي تخذتها الحكومة الشرعية اليمنية ومزارة الداخلية تجاهها خصوصا في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب السلاح والتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات المؤثرات العقلية كما سيبحث خطة عربية للتكامل وتعاون العربي وتبادل المعلومات وسيبحث وزير داخلية سبل دعم وزارة الداخلية اليمنية بالإمكانيات وتقنيات وتنمية قدرات منتسبها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وتنفيذ البرامج والخطط المقررة في خطة وبرامج تكامل العربي المشترك هذا وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد وصل إلى مطار قرطاج الدولي وكان في مقدمة مستقبليه نظيره التوريسي هشام البشيشي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان وسفير بلادنا للتونس عبد ناصر بحبيب أشاد وزير الإعلام عمر الإرياني بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنداء اليمنية سبأ نحيي بإجلال وإكبر الملاحب الأسطورية لأبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف وتصديهم البطولي للمحاولات الانتحارية التي تنفذها الميليشيا الحوثية منذ شهر لتسلل والسيطرة على مناطق في المحافظة لتحقيق انتصار إعلامي أثمل الإرياني الدور البطولي لمشايخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف الشرفاء الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وسند الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة وتصدي المشروع الإيراني وأداته الحوثية ومزال حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام الميليشيا في السيطرة على المحافظة كما ثمن الإيراني عاليا دورة حالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف وباقي جبهات المواجهة مع الميليشيا الحوثية وأكد بزر الإعلام أن محافظة الجوف ستظل عصية على متزقة إيران وأحلامهم في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد أمن دول الجوار مشيرا إلى أن الجوف ستظل منطلقا لاستعادة العاصمة المختطفة الصنعة وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية فرضت قوات الجيش الوطني حصارا مطبقا على عدد من العناصر التخريبية تابعة لميليشيا الحوثي في مركز مديرية الغيل غرب أو غرب محافظة الجوف بعد ساعات من مصرع قائد الخلايا الحوثية بالغيل ومدعو خالد الأعوار الشريف وحاولت الخلايا التخريبية تابعة لميليشيات الحوثية الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية والقيام بأعمال فوضوية للإخرال بالأمن وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش والأمن تقوم بتعامل مع تلك العناصر وتخوض قوات الجيش مسنودة بتحالف عربي معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في جبهة الغيل غرب محافظة الجوف وسط تقدمات وانتصارات مستمرة في المنطقة وسائر الجبهات في المحافظة ودمرت مقاتلة تحالف دعم الشرعية تقمين قتاليين لميليشيات الإنقلابية في جبهة الغيل ومصرع جميع من كانوا على متنها وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني ثابتة في مواقعها وبكامل جهزيتها في كافة المواقع القتالية في مختلف جبهة القتال بالجوف موضحا أن الميليشيا تلقى ضربات مجعة وتكبدت خسائر بشرية فادحة في جبهة الحام والمصلوب شن الجيش الوطني في اللواء الثالث حرس حدود هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة الشامية وخشبان بمحافظة الصعدة وأفادت مصادر عسكرية أن أفراد الجيش الوطني في اللواء الثالث حرس حدود بمحافظة الصعد شن هجوما واسعا على مواقع الميليشيا الحوثي في جبهة الشامية وخشبان وأضفت المصادر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة من بينها تبت الشهيد وتباب السود وأربع تباب موازية لها وأكد أن الميليشيات تكبدت خصائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث أسفر عن هجوم عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وتدبير آليات عسكرية كسرت القوات المشتركة والمقاومة تسللا لميليشي الحوثي الإنقلابية في جبهة المحور الجنوب الغربي الفاخر بمديرية قاعطبة وقال مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة مصنودة بالمقاومة ضد ميليشي الحوثي أثناء محاولة الأخيرة التسلل نحو مناطق مرخزة وصبيرة ترجمت بتار جنوب غربي الفاخر الزحدة في مواقع عسكرية فيها وأوضح المصدر أن معارك عنيفة دارت بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين أوساط الميليشيات وأكد أن الجيش والمقاومة لن تتردد في تلقين الميليشي دروسا قاسية ردا على بطشها بالمدنيين وتهجيرهم والتنكيل بهم بمختلف طرقها القمعية والكهروتية أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل الميليشيات الحوثية في التحيط جنوب الحديدة بينما تواصل القصف وإسداف الحوثي على القرى الآهلة بالسكانة مصدر عسكري أكد إفشال تسللات الميليشيات الحوثية جهة منطقة إفازة الساحلية والجبلية بمجرية التحيطة ووصلت ميليشيات الحوثي استهداف القرى المأهولة بالسكان في منطقة الجبلية بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة وقالت مصادر محلية في الدراهب أن الميليشيات الحوثية جددت استهداف القرى ومنازل الوطنين غرب المدرية بعشرات القذائف المدفعية وقذائف الدبابات أعلن مشروع مساء لنزع الألغام في اليمن انتزاع أكثر من 5000 لغم خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020 زرعتها الميليشيات الحوثي الإنقلابية قال المركز أن فرقه تمكنت من انتزاع 5677 لغم منها 40 لغم مضادة للأفراد و355 لغم مضادة للدبابات و5279 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة وأضف أن إجمال ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145464 لغم زرعتها الميليشية على الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن أحاولت إخفاءها بأشكال وألوار وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال ونساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء دهمت ميليشيات الانقلاب الحوثية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية عددا من القرى في مبولية همدان شمال الصنعة واختطفت أكثر من أربعين شخصية قبلية بينهم وصنون وأرجعت مصادر قبلية أسباب الاعتلاق الاعتقالات إلى رفض القبائل إمناءت الميليشية بخضوع قيادة وأتباع قبيلة همدان لدورات طائفية ومنع فرق الميليشية من الدخول إلى مناطقهم لخضاع أطفالهم وتجنيدهم وتهم المصدر تحجج الميليشيات الحوثية بأن القبيلة مؤيدة للشرعية وأنها أقامت سردق عزا لمقتل أحد أبنائها في صف الجيش الوطني وأقر أنباء أبناء القبيلة الحفاظ على أبنائهم وعدم رضوخ لضغوطات وتهديدة الحوثيين بتجنيد أبنائهم والدفع بهم إلى معارك خاسرة وأفاد المصدر أن الميليشية اشترطت للإفراج عن المختطفين أو المختطفين حضور دورة طائفية لمدة أسبوع ونقلت عددا منهم إلى جهة مجهولة فيما بادرت بالإفراج عن كبار السن بسجن أبنائهم الشباب أقيمت بعاصمة محافظة أبيان زوجبار وقف تضامني للإفراج عن المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابي المتمردة اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي والعميد فيصل رجب وبقية المعتقلين السياسيين والعسكريين الذين مزلوا في سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابي المتمردة والقال نجل القائد الأسير العميد فيصل رجب قائد اللواء 119 مشاكل ما نشد فيها المبعوث الأمم والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بسرعة الإفراج عنهم وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارهم أسرى حرب كما دعا القيادة السياسية بقيادة الرئيس الجمهوري المشير عبد الربو مصور هادي بتحريك هذا الملف والسماح لعائلات الأسرى بزيارتهم والإطمئنان على أحوالهم وضرورة طلاع المنظمات الدولية بزيارتهم لتعرف على حقيقة وضعهم في السجن وتقديم كافة أنواع العناية الطبية لهم وأوضاعهم المعيشية بعد مرور خمس سنوات على أسرهم شارك في الفعالي المشايخ والعيار وموثيل الأحزاب السياسية والوجهات القبلية بين مختلف مناطق محافظة أبيا نصل الآن إلى الأخبار المحلية ننتقل إلى الزميل غسام شكرا لك زميلة سعيدة مشاهدنا الكرام أخبارنا المحلية تتابعونها بعد الفصل أهلا بكم وقع صندوق النظافة والتحسين ومؤسسة يدا بيد للتنمية بالعاصمة الموقاتة عدن مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة طالة للنظافة والإصاح البيئي بالعاصمة عدن بدعم وتمويل من مركز الملك سلمال للغاثة والأعمال الإنسانية وتتضمن المذكرة التي وقعها المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد ورئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية ورد السيد وتستهدف مدنيات عدن الثمان رفع المخلفات والرش وتشغيل 160 عامل نظافة إضافة إلى دعم احتياجات الصندوق وعغب التوقيع أكد محافظة عدن أحمد سالمين أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة في جانب النظافة والإصاح البيئي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة وثمن جهود مركز الملك سلمان في دعم البرامج والأنشطة الهادفة في مختلف المجالات الخدمية بعدن وتطرق المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد تطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الصندوق وجهوده في زالة المخلفات المتراكمة رغم شحة الإمكاريات بدورها استعرضت رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية ورد السيد برامج وأنشطة المؤسسة التنموية في المناطق المحررة والتي شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية وعرب منسق مركز الملك سلمان عبدالله طيار عن أمله أن يحقق مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصاح البيئي أن يحقق الأهداف المنشودة منه وخلق بيئة آمنة وصحية للمواطنين ترأس محافظ العاصمة عدن أحمد سالمين اجتماعا بمكتب الأشقال العامة بحضور عبدالحكيم الشعبي والمهندس وليد الصراري مدير عام الأشقال العامة ونائب مدير مكتب الأشقال العامة المهندس محمد علي مريبيش كونسة الاجتماع لمناغشة المشاريع المعتمدة في مجال الطرق والتي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري واستعرض المهندس وليد الصراري جملة المشاريع المعتمدة من قبل البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن وتشمل سبعة مشاريع هي مشروع طريق قولة هائل وريقل ومشروع طريق قولة العاغل والرحاب ومشروع طريق قولة كالثيكس الخيسة ومشروع طريق قولة كالثيكس والسفينة ومشروع طريق السجن المركزي بالمنصورة ومشروع طريق قولة عدم نول المعاشق هذا وقد حث محافظ عدن على الاهتمام بمشاريع الطرقات وتفعيل دور مكتب الأشقال في الزام المنفذين بإصلاح الطرقات وطبقات الإسفلت حسب المواصفات الفنية والهندسية الدقيقة مبدين شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم الدائم لمدينة عدن في مختلف المجالات في المقدمة مشاريع البنية التحتية قام محافظ العاصمة عدن أحمد سالمين بزيارة تفقدية لمبنى مكتب الخدمة المدنية بمدينية سيرة التقى خلالها بموظفي مكتب الخدمة المدنية واستمع إلى معاناتهم جراء تأخير المالية صرف مستحقاتهم التي سبغى وإن وجه المحافظ بمعالجة إشكالياتها وحث المحافظ مكتب المالية بسرعة استكمال جراءات صرف مستحقات موظفي مكتب الخدمة المدنية بعدا وفق التوجيهات السابقة مشيرا إلى أهمية المسؤولية الكبيرة المناطة بموظفي الخدمة في تسوية أوضاع موظفي كافة الغطاعات الحكومية وتدني مستوى رواتبهم ومستحقاتهم الأخرى مؤكدا حرصه الشديد على متابعة صرف ما تفق عليه مسبقا وتم التوجيه لمدير عام مالية عدن في حينه قام محافظ العاصمة عدن أحمد سالمين بجولة استطلاعية لتفقد سير العمل وتوفر خدمات البنية التحتية في كل من مديرية خور مكسر وصيرة ففي مديرية خور مكسر شاملت زيارة محافظ عدن عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية استهلها بشارع الثقافة وجولة البط وطلع من رجال المرور على أسباب الازدحام ووقت الضهيرة وجه بضبط حركة السير في الجولة واتخاذ الإقراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب الباصات والمركبات كما اضطر على أعمال النظافة في المديرية ووجه مدير عام المديرية ومدير عام صندوق النظافة بتفعيل أعمال النظافة وأصلاح وترميم قولة البط بمديرية خور مكسر وفي مديرية سيرة شاملت زيارة المحافظ سالمين منطقة الخساف وشارع الطويلة وشوارع أسواق مدينة كريتر والتقى بجموع المواطنين واستمع لهمومهم حيث وجه بحل مشاكل الصرف الصحي خصوصا في شارع سالم علي بالإضافة إلى شكاوى المواطنين بمنطقة الخساف عن حرمان بعضهم من الحصول على دعم منظمات الإغاثة وعدم عدالة التوزيع للدعم بما في ذلك حرمان المستحقين كما وجه الجهات المختصة في السلطة المحلية بمديرية الصيرة والمياه والصرف الصحي والنظافة بسرعة معالجة إشكاليات توفر الخدمات والزام مدير عام المديرية بعدالة توزيع المعونات الإغاثية على المستحقين وجه محافظ العاصمة عدن أحمد سالمين الجهات المختصة بالحفاظ على المعالم التاريخية والحضارية التي تزخر بها مدينة عدن جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمعبد الهندوس بمنطقة الخساف والذي تعرض لكثير من أعمال النهب والإهمال وأعمال التخريب حيث اضطرع المحافظ أحمد سالمين على أبرز ما يحتويه المعبد من مباني وقاعات ومزارات وأماكن لممارس الطقوس الدينية للهندوسية والذي يمثل تحفة في الفن الهندسي المعماري الذي جمع بين التراف الهندي وفن العمارة ووجه المحافظ مكتب أثار عدن والسلطة المحلية بمديرية الصيرة بالحفاظ على المعلم التاريخي وحماية الموقع وحرم المعبد من البناء العشوائي وتنظيفه من القمامة والمخلفات وضاف المحافظ أو محافظ العاصمة عدن سالمين أن المعالم الحضارية والتاريخية تمثل الوجه الحضاري الذي تعتز ونفتخر به في مدينة عدن وينبغي علينا جميعا أن نحافظ عليها وحمايتها من كل عابث أو التمادي في البناء العشوائي تفقد محافظ العاصمة عدن أحمد سالم ربيع علي للمبنى الذي تعرض للحريق في مدينة كريتر بمدينية صيرة في وقت سابق وخلال لقائه بأحمد صالح أحد أفراد الأسرة المنكوبة أكد محافظ عدن التزام السلطة المحلية بعادة تأهيل المبنى مبديا اعتداره للتأخير الناتج عن تأخر صرف موازنة المحافظة من قبل المالية وأكد أنه قد أعطى توجيهاته لمدير عامل أشغال ومكتب مالية عدن بشروع في العمل في أقرب وقت ممكن وتحمل المحافظة كافة التكاليف وكان محافظ عدن قد وجه خلال زيارته السابقة للببنى مدير عام مكتب الأشغال بسرعة تجهيز تقرير شامل بأضرار الحريق لتولي المحافظة إعادة تأهيله وقع محافظ حضر موتل ورق الفرق بن سالمين البحسني عقد تنفيذ التوريد وتركيب خط البياء الناقل الدك داك الشحر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة مما سيسهم في زيارة أو زيادة ضخ كمية المياه إلى مدينة الشحر ومعالجة الانقطاعات في المياه وأكد المحافظ ضرورة التنفيذ الجيد للمشروع الذي سيخدم جميع مناطق مدينة الشحر بحسب جدوى الكميات والمواصفات المحدودة بحسب قرار رقمت المناقصات رقم واحد لعام 2020 الخاصة بهذا المشروع حضر توقيع العقد مدير مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق ووقعها عن المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بساحل حضر موت نائب المدير العام جلال سلمان العكبري وعن شركة هانكو للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع مديرها العام خالد أحمد باحدد وجه محافظ شبوى محمد صالب بن عدو بضرورة إجراء دراسة عاجلة وتقييم شامل أوضاع الجمعيات السمكية بالشريط الساحلي من مديرية ردوم وأكد المحافظ خلال ترأسه اللقاء الموسع لقيادات مديرية ردوم وهيئة المصائد السمكية والجمعيات وفرع الاتحاد التعاوني على ضرورة غربلة أوضاع الجمعيات من جديد وتفعيل دورها في عملية الإنتاج السمكي وخدمة قضايا الصيادين والعمل على تحسين مستويات حياتهم المعيشية وتسويق إنتاجهم اليومي من الأسماك ودع المحافظ للإعداد لدورة انتخابية كاملة للفرع الاتحاد والجمعيات وعلى طريق عادة ترتيب أوضاعها وتحفيزها للقيام بدورها المنشود في النهوض بالغطاء السمكي بالمحافظة كما شدد على أهمية الحفاظ على حياة الأحياء البحرية وتحريم التجريف العشوائي لها وكلف خفر السواحل بالتصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية وفي ختام اللقاء وافق محافظ شبوى محمد صالح بن عديو على إضافة وإعادة تأهيل جزء من مباني مشروع الطرق ببير علي إلى المستوصف الطبي التابع لها لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية لمواطني الشريط الساحلي ناقش محافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عديو مع قيادة مكتب الأشقال العامة وطرق بالمحافظة وضع إدارة البلدية وصحة البيئة بالمكتب وكيفية تنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بوظائفها الخدمية على الوجه المطلوب وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربو حشل استمع المحافظ إلى شرح من قبل مدير عام المكتب المهندس حسن البرمة ومدير إدارة البلدية المهندس نبيل عيسى عن نتائج حملة إزالة البسطات العشوائية من الشوارع الرئيسية بمدينة عتق وتنظيف شوارعها من مخلفات البناء والقمامة وشهد المحافظ بما تحقق في إطار الحملة مؤكدا على مواصلتها من أجل الحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الجمالي ووافق المحافظة على تمويل خططها المكافحة المستدامة للبعود والصراصير والحشرات بالمدينة والتوعية بمخاطر الأغذية المكشوفة على المواطنين وبالذات طلاب المدارس وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باص هيب مع عدد من مدراء المنظمات الدولية على تجديد الاتفاقيات الأساسية للمنظمات وصلت تنفيذ برامجها وأنشطتها بالمجالات والغطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية ووقع باص هيب تجديد الاتفاقيات مع مدير منظمة مجتمعات عالمية في اليمن دارون وورميك العاملة بمجالات المساعدات الإنسانية وتنمية القدرات ومدير منظمة ميرسي كور في اليمن الفريد هامدزيبي العاملة بمجالات المياه وسبل المعيشية وسبل المعيشة ومدير منظمة صحة الأسرة الدولية في اليمن أعلان هفرز العاملة بالمجالات الصحية أضاف إلى القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن أحمد الواحدية العاملة بمجالة الصحة والإصحاح البيئي والمياه والتنمية ومدير منظمة الهيئة الطبية الدولية في اليمن وسيم بهجة العاملة بمجالات الصحة والإصحاح البيئي والتغذية ومدير منظمة سفرو رولد في اليمن بليغ البعدانية العاملة بمجالة النوع الاجتماعي ومشاريع السلام وتنمية الشباب والمجالس المحلية وفي السياق ناقشت دكتور باص هيب مع منصقة المشاريع بمنظمة اكتيد كريستال اجات تنفيذ مشروع تقديم المساعدة الطارة ودعم تعافي النازحين والاشخاص المتضررين من الكوارث من خلال النهج متعدد القطاعات بعدد من مناطق ومديريات محافظة الضالع والاحجم كما ناقش باص هيب مع ضابط مشاريع الصحاب لنظمة العون المباشر الكويتية فريدة الدهمشي ناقش إقامة مخيم طبي بمجال جراحة العيون للنازحين في عدن كما تم الاتفاق على تحويل مشاريع منح الطلاب إلى وزارة التعليم العالي والباحث العلمي التقل أمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد برئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين في المناطق المحررة دكتور نقيب الصعدي وناقش اللقاء عددا من الملفات والمشاكل التي تهدد النازحين واستعراض العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين بمحافظة أبيان وبحث اللقاء وإمكانية تحديد أرضية مناسبة لإقامة مخيم مركزي لنقل وجمع أكبر قدر ممكن من النازحين لحمايتهم من الانتهاكات وانتشار الأوباء والأمراض الفتاكة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتقديم الرعاية الصحية والنفسية وأشار الدكتور الصعدي أن عمل الوحدة التنفيذية لا يغتصر فقط على النازحين بل المقيمين كذلك نظرا لما مرت به المحافظة من حروب ومن جانبه أكد العمين العام استعداد السلطة المحلية بالمحافظة مثلتا بمحافظة المحافظة الوارد أبو بكر حسين لتوفير أرضية لإقامة مخيم مركزي للنازحين ولتقديم العون وتسهيل مهام الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين ناقش أمين عام المقلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الربو هشلة مع رئيس مقلس إدارة منظمة عناية التنموية الدكتور أحمد أبلان ناقش سير تنفيذ مشروع تدخل الطارئ لتحسين سبل العيش المستدام الذي تنفذه المنظمة في المحافظة من خلال إقامة 300 منظومة متكاملة للطاقة الشمسية في مختلف مديريات المحافظة وأشاد أمين عام محلي المحافظة بسير عمل المشروع في المحافظة والدور الذي تقوم به منظمة عناية في هذا الشأن وأكد على أهمية المشروع في حياة المزارعين المستفيدين مبدئا استعداد قيادة المحافظة والجهات المختصة لتقديم التسهيلات اللازمة للعمل ونشاط المشروع وبما يسهم في تحقيق كامل أهدافه ومن جانبها أشاد رئيس مقلس إدارة منظمة عناية التنموية بالدعم والمساعدة التي يحظى بها المشروع في المحافظة منوها بأن المشروع يعمل على تقديم منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية لكل مزارع مستفيدة على أن يتحمل 50% من تكلفتها الإجمالية وتتحمل منظمها النصف الآخر من التكلفة ناقش وكيل محافظة لاحق رئيس لقنة تقييم الموارد المالية لمديريات طور البحر مقاطرة المضاربة دكتور أحمد إبراهيم الصبيحي بديوان عام المحافظة مع مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة العميد محمد عبدالله الصيني تقييم أداء الموارد المالية لمديرية المضاربة ورأس العارة وفي اللقاء حث الوكيل الصبيحي على ضرورة تفعيل الموارد المالية المحلية والمشتركة في المديرية للإسهام في تعزيز إيرادات السلطة المحلية للقيام بواجبها في دعم القطاعات الخدمية بالمشاريع التنموية والعمل بالتوصيات التي قدمتها اللقنة وتصحيح الاختلالات الواردة في تقرير اللقنة مشيرا لأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتلابي محافظة المحافظة الوارد أحمد عبدالله تركي تولي اهتمامها ومساعدتها للسلطات المحلية في المديريات للقيام بواجبها الوطني لخدمة المواطنين في إقامة المشاريع من خلال تحصيل مواردها المالية المحلية والمشتركة ومن جانبها أكد مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة العميد محمد عبدالله الصيني حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية بالعمل بتوصيات اللقنة ومضاعفة الجهود في تحصيل الإيرادات المتاحة والتي من خلالها وضع خطة تنموية شاملة في إطار المديرية دشنا وكيل محافظة شبوى المساعد سالم الأحمدي توزيع الدفعة التاسعة من الأرز الصيني المقدم من جمهورية الصين الصديقة لبلادنا وذلك عبر اللقنة العليا لليغافة للمحتاجين في مديريات ميفعة وحبان وعتق ومرخى سفلة وانصاب وأشار الوكيل الأحمدي إلى أهمية هذه المساعدات الغذائية والتي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية للفقراء والمحتاجين مؤكدا استعداد قيادة المحافظة والجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول هذه المساعدات الجغاثية إلى مستحقها أقد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محورق اجتماعا لمناقشة حل مطالب رفع إجور النقل والأسباب وتداعيات الإضراب الذي دعت له نقابة النقل الثغيل وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحاضرة شؤون النقل خالد الجعملاني ومن ميناء عدن مهدي الدغاري نائب مدير الأرصفة والمساحات وأبو بكر الكازمي رئيس نقابة النقل الثغيل شدد رئيس الهيئة على عدم السماح لعمل أي ضرابات من قبل أي جهة إلا بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية وفق القانون النقابات منوها بأن ميناء عدن هو الشريان الوحيد لحركة التجارة ولن يتم السماح بأي أعمال من شأنها تعطيل حركة الميناء وركز الاجتماع على مناقشة مطالب النقابة المتمثلة في زيادة تسعيرة إجور النقل وبعد التباحث حول الأسباب التي أدت بهم لاتخاذ قرار الإضراب الذي سوف يسبب مشاكل عديدة وأضرار كبيرة في حركة نشاط الميناء والعملية التجارية خارج المجتمعون بتشكيل لجنة مشتركة تقوم بدراسة مطالب النقابة ورفع تقريرها إلى رئيس الهيئة في مدة أغصاها يوم الخميس القادم وقد اتفق الحاضرون على رفع الأضراب وعودة العمل كرم اتحاد إذاعات الدول العربية والمركز العربي للتبادل البرامجي والإخبار إذاعة الجمهورية اليمنية ممثلة برئيس غطاء الإذاعة صلاح القادري بدرع وشهادة الاتحاد لحصولها على المركز الأول في التبادلات البرامجية وأشهد مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليبان في الحفل الذي أقامه الاتحاد في العاصمة الجزائرية على حامش الاجتماع الدوري لمنصق البرامج والأخبار الإذاعية والتلفزيونية بحضور هيئات الدول العربية وممثلين عن اتحاد إذاعات الدول الأوروبي وعن اتحاد إذاعات الدول الأفريقية أشهد بالجهود المبذولة من قبل إذاعة الجمهورية اليمنية والمشاركة الفاعلة في برامج الاتحاد وأنشطته المختلفة وأشهد رئيس وحدة الإذاعة في المركز العربي للتبادل في اتحاد إذاعات الدول العربية عبد المؤمن دكار إلى حصول الإذاعة اليمنية على المرتبة الأولى عربيا في التبادلات البرامجية عبر الشبكة السحابية الكلود ومن جهته أكد رئيس غطاء إذاعة الجمهورية اليمنية الصلاح القدري أن هذا التكريم ممثل حافظة لتقديم وبدل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الرسالة الإعلامية العربية مثمنا إطلاق الاتحاد جائزة أفضل قسم للتنسيق والتبادل بين هيئات الدول الأعضاء باسم الإعلامي الإذاعي اليمن الكبير المرحوم عبد الرحمن النويرة تقدير الإسهامات في التبادلات البرامجية والإخبارية في اتحاد إذاعات الدول العربية والمرخز العربي للتبادل البرامجي والإخباري دشن صندوق صيانة الطرق في مديرية التواهي بالعاصمة الموقعة عدن مشروع سفلة شارع البطاريات بالمديرية المرحلة الأولى وبتقرفة إجمالية بلغت 370 ألف دولار بتمويل من مكتب اليونيبس للأمم المتحدة وإشراف الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق الطرق التفاصيل في سياق التقرير التالي تواصل المشاريع التطويرية التي ينفذها صندوق صيانة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدن دشن أعمال مشروع سفلة شارع أحمد فضل بمدينة القلوعة التابعة لمديرية التواهي المرحلة الأولى بتمويل من مكتب الأمم المتحدة اليونيبس وبإشراف الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعبي الذي حضر التشين أشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذ في المديرية من قبل الصندوق مؤكدا أنه سيتم خلال اليومين القادمين تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي يمتد إلى شارع الشيخ اسحاق وذلك ضمن المشاريع التحسينية والتطويرية التي تنفذها السلطة المحلية بتمويل من البنك الدولي مشاريع المديرية مديرية التواهي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قهود الأخوة في الليان المجتمعية والمواطنين تنفذ بشكل قيد وهذا أمر نستطيع القول أنه تنفرد في هذه المديرية لا يوجد أي مشروع عرقل في مديرية التواهي بفضل هذا التعاون الموجود بين المواطنين والمجتمعية والسلطة المحلية المشروع هذا مشروع حيوي جدا لأنه يعتبر هذا الشارع من أطول الشوارع في مديرية التواهي وفي مدينة القلعة وطول الشارع كما أسلفت في حديثة 850 متر وبعرض 12 متر إضافة لأنه في مواقف للسيارات إضافة إلى رصيف المشاة سيتم تعديله ورصفه بأنتر لك المشروع الذي تنفذه شركة الوالي للمقاولات وبإشراف الوحدة التنفيذية لإدارة المشاريع التابعة لسندوق صيانة الطرق يمثل أحد أهم المشاريع الخدمية في المديرية تكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 370 ألف دولار بتمويل من مكتب اليونيبس الأمم المتحدة تمويل جولي وهذا المشروع تم بشكل طيب يعني الأول مرة ننفذ كسانة الطرق ننفذ أعمال في مدير التواهي وكانت تعاون كبير من قبل السلطة المحلية في التواهي لقينا تعاون كبير من قبلهم كخلية نحل ينفذ العاملون مشروع السفلته تتنقل فيها الآليات على امتداد الشارع في ظل ما تشهده من تنسيق المشترك بين السلطة المحلية بالمديرية وصندوق صيانة الطرق لتنفيذ البشاريع التطويرية التي تخدم المواطن بدرجة رئيسية فيما يتطوع مواطنون من أبناء المدينة لتنظيم الحركة البرورية للسيارات وتسهيل حركة الآليات التابعة للمشروع في مدينة معروفة بالكثافة السكانية تسعى من خلالها السلطات المحلية إلى معالجة كافة خدمات البنية التحتية لقناة عدن الفضائية والضاحة الشليلي عدن أجرى مدير عام مديرية حديب أمجد محمد ثاني زيارة تفقدية إلى مشتل المواطن عبد العزيز بن أحمد في منطقة ديحمد في محافظة أرخبيل سقطرة الذي يعد أكبر وأحدث مشات الأشجار المنجروف والتي تزرع على الشواطئ ووجه مدير عام المديرية صاحب المشتل عبد العزيز بن أحمد بأن يستمر على هذا النهج البناء وأن يبدع بأفكار جديدة لمزيد من الإنجازات الحضارية والبيئية ومن جانبه ثمن المواطن عبد العزيز بن أحمد دور السلطة المحلية مثلتا بمدير عام مديرية حديب وعلى هذه الزيارة التي جعلت لهم معنويات عالية على استمرار زراعة أشجار المنجروف بدأت بمحافظة لاحق الدورة التدريبية الخاصة بمفهوم السلامة المهنية في المستشفيات والمراكز الصحية لتقييم وتحليل المخاطر والحد منها وطرق التعامل السليم عن نفايات والمخلفات الطبية بمشاركة خمسين مشاركا ومشاركة نظمها إدارة الصحة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع مستشفى ابن خلدون وتستمر يومين وفي افتتاح الدورة أوضح مدير إدارة الصحة المهنية فضل المفلحي أن الهدف من هذه الدورة إكساب المتدربين المعارف والمهارات والطرق والأساليب الخاصة بتقييم وتحليل المخاطر والحد منها وكيفية التعامل السليم مع النفايات والمخلفات الطبية ومن جانبها شادة مدير المستشفى ابن خلدون العام الدكتور محسن مرشد بأهمية تنفيذ الدورة وإكساب المشاركين الطرق العلمية الحديثة في التعامل مع المخاطر التي تعترض عمل الكادر الصحي والطبي خلال عمله تزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس جامعة أبيان نظم مركز عدل الدراسات والبحث التاريخية وبالتنسيق مع كلية التربية لودر نظم حلقة نقاشية بعنوان لودر تاريخ وتراث وبحضور مدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي والدكتور محمد السنيدي نائب رئيس جامعة أبيان لشؤون الأكاديمية وعدد من الأساتذة والأكاديميين بجامعة أبيان وعدن وخلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدت بكلية التربية لودر أكد الدكتور ناصر مسعود ناصر عميد كلية التربية لودر أكد على أهمية الموروث التاريخي والثقافي عريق لمديرية لودر وكيفية الحفاظ عليه وتفتيقه حيث تناول في الحلقة النقاشية العديد من المحاور والتي أثرت النقاش على التراث والعمق التاريخي لمدينة لودر التاريخ والأصالة أخبارنا المحلية انتهت عودة للزميلة سعيدة شكرا غسا على هذه التفاصيل قبل أن نختم عرضنا الإخبار لهذا اليوم نعود ونذكر بأبلز ما جاء فيه الجيش الوطني يحاصل الميليشيات الإنقلابية بالغيل ويتقدم في الوسطوب وحام بمحافظة الجوف قتل وجرح حفيون في هجوم لأبطال الجيش الوطني في جبهتي الشابية وقشبان بمحافظة صعدة كسر تسلل الحفي نحو منطقات صبيرة ومرخز بالضالع والقوات المشتركة تفشل تسلولات حوثية الفتوحيت بالحديدة وصل إلى ختم النشر لهذا اليوم نشكركم على الحص المتابعة في أمانيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة